السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يارب تكونوا حالته كويس في الامتحانات وحشتوني كلكم احب اطمنكم في الاول ان الماس الترمي ده مزاي الترمي الاولاني خالص اللي ما يعرفش اي حاجة في الماس لو بدأت معي من الاول ومشيت معينا ان شاء الله درس بدرس هتقفل ماس ان شاء الله ان شاء الله لان موضوعات الترمي التاني مش مرتبطة بالترمي الاول مطلوب منك بس ان انت عارف بتعرف تعمل ايد ومينس يعني جدول الدرب والاسمة وبتجمع وبتطرح الحاجات العامليات الاساسية بتاعتك اللي انت عشان تشتغل ماس انت عارفها بتعرف تتعامل بيها تمام كده طيب وحشتغل من المعاصر ان شاء الله هو لسه منزلش صحيح في المكتبات بس انا عندي نسخة من السنة اللي فاتت فهبدأ منها وهنبدأ الشغل بتاعنا بمراجعة محترمة على الفراكشنز عشان نعرف نبدأ شغل الترمي التاني تمام يعني ايه فراكشنز طيب هو هنا بدء معاك السؤال حتى بيقولك say فراكشن او نوت فراكشن تمام طب خلونا الاول نتخيل كده وانت بتجيب بيتزا وعايز تعدت كلها انت واخوك او انت واختك تمام هتعمل ايه هتقسموها كل واحد هياخد نصها صح ولا لأ بس هتقسموها بالعدل مفيش حد هياخد اكتر من التاني طيب هو دي معنى كلمة الفراكشن ان انا بقسم بقسم حاجة بيني وبين اخوية ولو عندي اخين يبقى هنقسمها بيني وبين اخوتي اللي اتنين تمام كده ولازم اقسمها لاكوال بارتس كل واحد فينا ياخد قد التاني تمام كده طيب هو هنا بيقولك طب تعالوا نشوف كده احنا اتفقنا شرط الفراكشن بتاعتي انها تكون الشيب بتاعك او البيتزا او اي حاجة هتتعامل معيها متقسمة لاكوال بارتس اجزاء قد بعضها اكوال بارتس يعني اجزاء قد بعضها كله هياخد زي بعضه مش حد هياخد اكتر من التاني تمام كده طب تعالوا نبص كده الشيب الاولين اللي قدامك ده ايه رأيك متقسم من جوه الاكوال سكويرز ولا لأ ايه ميس متقسم قد بعض كلهم يبقى ده يبقى فراكشن ممكن اعبر عنه بفراكشن لو انا جيت ظللت كده سكوير صغير منهم هقول عليه وان اوور فور اوور كورتر وهنتعلم دلوقتي كتبتها ازاي طب هنا هوت الشيب التاني ده فراكشن اوور نوت يا ميس ده هنا فيه ترايانجل وهنا فيه شيب تاني ومش قد بعضه اصلا نوت ايكوال بارتس يبقى نوت فراكشن ده ينفعش طب هنا فراكشن اوور نوت نوت يا ميس مش قد بعض حضرتك قلتي لازم الشيب يتقسم لايكوال بارتس ودول مش ايكوال برافو طب هنا هوت شايفين الريكتانجل الكبير قسمو من جوه الايكوال ايه ريكتانجلز يبقى هو هنا هوت الريكتانجلز الصغيرة دي لو انا ظللت منها ايا كان العدد فهي هتمثلي فراكشن هينفع عبر عنها بفراكشن تمام كده بصوا اخر شيب معايا هو اسمه لتو ايكوال بارتس كلمة السر بتاعتك في الفراكشن ايكوال بارتس اجزقت بعضها يبقى ده فراكشن ولا لأ طبعا فراكشن تمام كده يبقى دي اول حاجة تهميني ان انت تكون عارفها يبقى فراكشن انا معايا شيب متقسم لايكوال بارتس اجزاء قد بعضها لو لقيت الاجزاء دي مش قد بعضها زي المنظر ده يبقى مش هتنفع تبقى فراكشن مش هينطبق عليها اي كلام بقى من اللي انا هقوله دلوقتي عن الفراكشن تمام؟ طب نكامل انا هنا جايبا لكم كتاب بتاع سنة ثالثة الترمي بتاني عشان ابدأ معاك من السفر عن الفراكشن بعلمك من السفر كأنك ما انتش عارف اي حاجة خالص وهبدأ معاك اهو عشان لما كمل في سنة ربعة الجزء بتاعي بقى والشغل بتاعي انت عارف انا بقول ايه عارف كويس قوي ان شاء الله طيب هو هنا بيقول write the fraction according to the colored boards احنا بنكتب الفراكشن ازاي يا ميس بص يا سيدي الفراكشنز انت بتعمل لها line بالمنظر ده تمام كده؟ طيب وعندك فيها حاجة اسمها denominator ده الرقم اللي بكتبه تحت و numerator الرقم اللي بكتبه فوق تمام كده؟ تهميني الكلمتين يهموني denominator numerator denominator الرقم اللي هكتبه تحت numerator الرقم اللي هكتبه فوق تمام كده؟ طيب denominator بتاعك دوت بتعد كل البارتس اللي الشيب اللي قدامك متقسم لها كلها اللي متظللة واللي مش متظللة عندك how many parts two كتبتها تحته في denominator تمام؟ numerator بتاخد بس الشادة بارتس اللي معاك عندك how many شادة بارتس one كده انا كتبت الفراكشن بتاعي one over two or half half تمام كده؟ ينفع تقرها بالطرقتين one over two لكن لما هيقولك write it اكتبها هنقوله half اوكي؟ half يعني نص انا اخدت النص واخوي اخد النص طب تعالوا هنا يلا write the fraction ها اتفقنا معاك denominator و numerator how many parts total parts in denominator one two three four يبقى انا معايا هنا four parts four equal parts خد بالك ها how many شادة بارتس only two طبعي two over four two over four ممكن تقرها two fourths اوكي يا شباب طب يلا هنا write the fraction خلاص بقى عرفنا numerator و denominator denominator اللي تحت بعد كل البارتس اللي قدامي كل الاجزاء ادي one two three وفي النيموريتر بتاعي باخد shaded parts or colored parts معايا هنا two two over three or two thirds two thirds تمام كده يا شباب يعني هي ممكن تقرها بالطريقتين ماشي الكلام طب يلا هنا ها how many parts كلهم one two three four five six يبقى انا معايا six parts في الديناموريتر ها how many shaded parts two تمام كده ممكن نقرها two over six يبقى اللاين ده هقرأ over two over six لكن لما تيجي تكتبها لما تيجي تكتبها يقولك write the fraction هقوله two six two six وهوريك دلوقتي بتتكتب ازاي خلونا بس دلوقتي بنتعلم احنا الاول بنكتب الفراجشن بتاعتي ازاي خلاص كده يلا تاني ها هو مجيني تاني شبسة هي write the fraction ها how many equal parts equal خد بالك لو ادي لك حاجة ما فيهاش equal parts ما ينفعش تكتب لها fraction أصلا هنا في four equal parts كتبتهم تحت في الدينوميناتر اللي تحت اسمه دينوميناتر how many colored parts only one او اوكي ينفع اقراها one over four or one quarter اوكي or one fourth تمام يبقى دي كده لها كم قرية ثلاثة one over four ودي اللي احنا هنبقى بنتعامل بيها وإحنا بنتكلم عن الفراكشنز عموما وإحنا بنقراها كده وبنحل مش هفضل أقول لك one fourth or one quarter لأ هقول لك one over four فانت فاهم one over four يعني المنظر ده اوكي لكن وإنت بتكتبها هنكتب له one quarter تمام or one fourth طيب هنا يلا نكتب الفراكشن how many parts one two three four five six يبقى أنا معايا الجنمونيتور بتاعي فيه six how many colored parts one two three كتبت له فوق three تمام كده ها write the fraction how many equal parts هعمل line كده عشان لما يجي أبدأ أعد مطلق بچ يبقى تحت هنا معايا والcolor بتاعتي two تمام write the fraction how many equal parts total بصه وعمل يغير لك في الأشكال بس كلهم equal triangles تمام يلا one two three four five يبقى الدينمونيتور بتاعك فيه five how many shaded parts one two three يبقى أنت معاك فوق three نحل كمان ولا كفاية تعالوا نحل كمان يلا write the fraction one two three four five six seven يبقى معايا دينمونيتور في seven and how many colored parts three تمام كده ها تاني one two three four five six seven eight دينمونيتور بتاعك في eight how many colored parts one two three four five يبقى five over eight or five eight تمام كده يا شباب يبقى ده الجزء التاني اللي أنا عاوزة عرفه لك النهاردة يبقى الفراكشنز بتاعتك تعلمنا ام تقول على الشيء fraction or not fraction وتعلمنا كمان ازاي بكتب الفراكشن بتاعتي خلاص وعرفنا وعرفنا كلمتين مهمين جدا اللي هم numerator denominator denominator numerator denominator عرفنا ان denominator هو all the parts بكتبه تحت والنيوميريتور الشاد or colored parties او اللي انت بتتعامل معيها بكتبه فوق في الفراكشن بتاعتي تمام كده numerator denominator denominator numerator denominator حنتعامل بهم كتير الكلمتين دول مهم تكون مفرق ما بينهم ماشي الكلام طيب بصوا يا حبيبي هنا بقى كده وإحنا بنقراهم او بنكتبهم in letters تمام ها المنظر اللي قدامك one over two انا معي two equal boards اتكتبت في الديوميريتور ومعي one colored board اتكتب فين في النيوميريتور بقراها ازاي بقراها half 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 يعني نص انا اخدت النص وحد تاني هياخد النص طيب هنا هوت بصوا المنظر دوت كده معي how many boards three كتبها في الديوميريتور وhow many colored boards one كتبها في النيوميريتور وبنقراها ازاي third third وينفع تقولها لي one third one third تمام عشان انا واخد one بس لانك لو جيت عملت شيد لبارت تاني كده هوت بالمنظر ده هتقراها two third تمام فانت على حسب انت ممكن هنا هو تقراها one third عشان لما يبقى معاك جزء كمان نقراها two third تمام كده وينفع تقراها منهم two two third two فراح ارى ازاي اراها two fifth تمام two fifth ماشي الكلام فلما هاجي اراها two fifth بالمنظر اللي قدامك دوت عشان انا معايا two اخدت منهم اهو ايه two equal fourth طيب وهكذا بقى كلهم بنقراهم بالمنظر ده تمام يبقى انت معاك half ولما يكون الديناميناتر بتاعك فيه three تحت بتدخل فيه third كي لما يكون فيها four الديناميناتر فيه four بيبقى quarter or fourth جزء من اربعة اوكي من four بورتس لما بيكون معاك الديناميناتر بتاعك فيه five يبقى دخل معايا فيه كلمة fifth denominator fifth اوكي فلو انت اخدت بورت واحد بس هقول one fifth لو اخدت two بورتس زي كده هقول two fifths تمام كده six هنا يعني مثلا five over six اخد five من six بورتس اخد five فكتبها في النيوميريترا هي five over six ولما جي اراها اراها five six تمام كده هنا هو four over seven اخد four بورتس من ايه من seven equal بورتس تمام يا شباب بصوا كده four بورتس seven equal بورتس تمام يا حبيبي فهو عمل ايه كتب seven اهو في النيوميريتر وكتب four بتاعته في النيوميريتر ونقراها four seven four seven تمام كده four seven طيب وهكذا from eight يبق eight from nine تبق من ninth from ten تبق من tenth وهكذا تمام حبيبي طيب هو هنا بيقولك write the following fractions مدي لك الفراكشن بالوردس وعايزك انت تكتب هالو بالنمبرز بتاعتك اوكي half a half اوكي half يعني one over two احنا اتفقنا half one over two a quarter quarter اتفقنا quarter or one quarter or one fourth كل الكلام ده معنا one over الفور quarter يبقى معك four tenominator تمام كده one eight one eight ادي one بدأها فوق eight معناها ايه معناها one of eight equal part دي معنى الفراكشن اللي قدامي تمام five six ادي five over six معناها ايه معناها ان انا خدت five equal part from six equal part خدت five من six تمام four seventh four seventh اهي four over seven ادي معناها انا كده بكتبها له بالمنظر بتاع النمبرز بتاعها three ten three ten اهي three over ten تمام كده يا حبيبي نكمل تعالوا هنا تاني two third two third معناها two كلمة third يعني over three معناها خدت two equal part from three تمام كان عندي three equal part وخدت من two four nine four over nine five eight five over eight seven eight seven over eight five fifth five over five او five اي وفف سجية يعني five في نو نيتر تمام كده معناها five over five six eleven طيب معناها six في النيوميراتور يبقى هو بيبدأ بمين بيبدأ بيبدأ بالنمبر اللي بيجي في النيوميراتور بتاعي six over eleven يبقى انا معايا النيوميراتور في ايه في eleven تمام كده ياريت يا حبابي والسؤال ده قدامكم ننقل بقى الكلمات half quarter eight seven seven سير الكلمات دي كلها ياريت ننقلها برا ونتدرب على الكتابة بتاعتها يعني نكتب كل كلمة كده مرتين تلاتة بحيس انها لما تجلنا بعد كده وإحنا محتاجين نكتبها in words نبقى عارفين بنكتبها ازاي عارفين اللي بتاعها كويس بصوا السؤال ده بيقول لكم following the example طب الagexamble ده عايز يأكد لك على عايز يأكد لك ان النيوميراتور بتاعك هو النمبر اللي بتكتبه فوق والدينوميراتور بتاعك هو النمبر اللي بتكتبه تحت بصوا كده one over two اللي هي half النيوميراتور is one اللي فوق and denominator is two طب يلا one over three يبقى النيوميراتور بتاعك is a one اللي فوق and denominator is three الرقم اللي تحت three over four النيوميراتور بتاعك النمبر اللي فوق هو three and denominator is four يبقى اللي فوق اسمه نيميراتور واللي تحت اسمه دينومي نيوميراتور خليك فكر الحاجات اللي انا قلتها في الفيديو دي اساسيات يا حبيبي عشان نقدر ان شاء الله نمشي الترمي التاني بكل سهولة لازم تبقى عارف كويس مكان النيوميراتور ان هو النمبر اللي انا بكتبه فوق ومكان النيوميراتور النمبر اللي انا بكتبه تحت لازم تكون عارف ان ال بتاعتك عشان لو حد عايز يسأل اي سؤال يكتبولي عليه وانا بارد عليكم في الفيديوهات وانا بصورهم هحط اللينك بتاعها ان شاء الله في اول تعليق متنسوش تدعودي دعوة حلوة بظهر الغيب وتكتبولي تعليق حلو تشجعوني بي اكمل معاكم ولايك ويشير عشان الكل يستفيد يلا سلام عليكم